ونرى الكلام ده يعني مات آدم وحاوة روحية وجسديا وجسديا مات لكن في البداية من أول ما سقط كان الموت الجسدي كان انفصال عن الله الفكرة فكرة انفصال عن الله أنا عايز المشاهد يفكر فيها فكرة مش سهلة لأن لو احنا رجعنا لتكوين أربعة وبعد ما قاين قتل هبيض أنا بتصور الله ما جالش لقاين أن كل من وجدك يقتلك لكن ايه شعور قاين بعد ما قتل أخوه انفصل عن الله اترفعت حماية الله عن قاين فشعر بالخطر لأنه بعيد عن حماية الله فالخطية بتقودني إلى البعد عن الله فأنا ببعد عن حماية الله يمكن ده بيمثلها كمان جسيس نظار في فكرة الفلك الفلك ما الناس كلها كانت ممكن تدخل الفلك لأنه أعتقد نوح محط الشروط للي يدخل الفلك ده دعا الكل للي يدخل الفلك لكن اللي سدق وآمن ودخل الفلك دخل تحت حماية المسيح تحت حماية الله فهنا المسيح قال إن في خطية موجودة أخطأ آدم الجنس البشري أخطأ في آدم كله في حل للخطية الحل في الخطية إن أنا أحتمي في دم يسوع المسيح الذي يطهرني من كل خطية تأثير الخطية بنشوف الغضب بنشوف الكرهية بنشوف الحقد بنشوف الفساد نرجع للقصة قصة آدم أول ما أخطأ حس بعريه كان خايف بعدين نتائجها يعني لأنك أكلت موتا تموت ونحن نتكلم في موت الجسدي طبعا فعليا بموت الإنسان في الانفصال عن الله الموت الروحي هو الانفصال عن الله وكمان الموت الأبدي يعني مش بس إذا الإنسان ما تبش ورجع للرب مش بس يعني انفصال عن الله فيه شيء بيسموه الكتاب بيسميه في سفر رؤية الموت التاني الموت التاني مش بس انفصال عن الله الموت التاني أنه إلى أبد الآبدين بيكون في البحيرة المتقدة بالنار يعني جهنم النار برضو كمان فيه ناس عم بيخففوا من الكلمات يعني للأسف أنه في هذا موضوع جهنم النار النتيجة فعلا لأنه هي خطية ضد الله الغير محدود فعقابها غير محدود موسيقى اشتركوا في القناة